كورا يختلف لعب ديبرتي بولا كارونيا المرتدة البينية وصلت خطيرة صارت دول دول مع أن من زاوية والله صعبة من زاوية صعبة من زاوية زاوية تحرس المرمى ديغو لوبز لكن ديبرتي بولا كارونيا يتقدم به الهدف الأول الريكي اللي يلعب مباراة رقم 14 في مواجهة ريال مدريد ويسجل بالتالي الهدف القامس لاحظ 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 زاوية الحارس زاوية ديغو لوبز ما دلش مال اليوم ديغو لوبز فقد الكرة يعني في دقائق الأولى الآن زاوية زاوية يعني على العموم يتمكن بالتسجيلة القوية بالمقاب الريكي من تسجيل الهدف الأول لمصلحة ديبرتي بولا كارونيا إذن أصحاب الضيافة والدار في أكثر انطلاقت كاكا وحلوة اللقطة من كاكا وصلت في الجهة اليمنى ديمارية يسجل الريال يسجل الريال بواسطة كاكا كاكا للريال كان ريال مدريد الأقرب للتسجيل بالفعل كاكا يسجل هدف اتعاد لمصلحة ريال مدريد وبالتالي يتعادل الريال وأمامه 18 دقيقة لكن شوف 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 يتحسن الأداء أكيد أكيد أنت تسرك الثلاثة معا بمارية هنا إلى كاكا هنا كاكا يحط وبالتالي يسجل هدف التعادل لمصلحة ريال مدريد لاحظ معاي لاحظ معاي تسجيل الكاكا وبالتالي وفي الأخير يعني انتظري وحتى اليوم كان متخلف بهدف لكن كنت كثير ولازالت يعني الفرصة متاحة لكريسيانا رونالدو والريال لتسجيل الهدف الثاني وصلت إلى كريسيانا رونالدو إيش بيسوي لاحظ 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 حولها إلى كاكا نقلها إلى البينية إلى رونالدو إلى جول جول رونالدو ما أروعك كريسيانا رونالدو ما أروعك أربقت دي بورتي بولا كارونيا يتقدم يمور يسدد يصنع وبالتالي هيكوين الآن يسجل هدف رقم 100 في الليقة لكن شوف العمل الحلو العمل الرائع العمل الجميل اللي شوف كريسيانا رونالدو من ألعاب الجميلة العالم كل حبة على هذه الألعاب الجميلة هنا الفارق وهنا الكبار وهنا اللاعب اللي يقلب الموازين ويربك الفريق